موسيقى نحن في المنزل لكي تتحسين موسيقى أتبعون في الأول ستحسين 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 المترجم للقناة اشتركوا في القناة 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 probably اشتركوا في القناة 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 ولكن ليس هذا الشيء المنزل الشيء المنزل أنه ألاف الناس مثل الحال العام ببنوها أشخاص عادلين تماماً وقدروا خلال عشر سنين فقط يبنوا المنسوعة المنسوعة الكيبيديا أفضل أكبر بخمسة وعشرين مرة المنسوعة الكيبيديا أخذ تاريخ أخذ مدة تطورة أكثر من مئتين أو ثلاثمئة سنة وكتفلية أشخاص عادلين ينطن ومساً فالفكرة أنه أنت من قبل المنسوعة الكيبيديا كان بكل بساطة راح تفرز تلك مصطلح ويضحك عليك ويقولك آه هات كذب أنت مضطر بكل بساطة أنه ما أين ما لك قادر أن أنت تعرف شو ما وراء هذا المصطلح شو هو الشيء الأشياء فكان بشكل أساسي في عنا عمليات في عنا شوق نائم شيء من فوية بالمفاهيم بالقدرة على استيعابة هذا الشيء هلا كمان تغير طبعاً فهي مثال على مقالة فأنت بكل بساطة أي مصطلح أي مفهوم أي شيء طبعاً بما أنه عن أكثر من ثلاثة من المنطاية في شيء موجود عمي كبير فأنت بكل بساطة أصبحت من خلال مصطلح واحد أنت قادران تفوت تشوف كل شيء مصطلحات كل شيء مفهيم وأفكار مرتبطة فيه سواء كان هو بعتمد على المساطة أو هون تحطت مقالة عن computer science طبعاً أنت فيك تشوف أنه هو هو على طاقسنان الكمبيتر سيستنس تشوف الكمبيتر سيستنس فيك تشوف كثير أشياء مرتبطة فيه وكمان فيك تشوف الجزء الأكبر اللي هو موجود ضمنه فهو مثلاً أنا شايف أنه أجزاء الكمبيتر ساينس كده في الحين كمان شايف أنه الكمبيتر ساينس لأي مجال وكما تشوف أنه شايف سيستنس بس هذا الشيء كان غير متيسر أبداً قبل العصير تخيل أنت مثلاً كرياتي ميكاترونكس ما هي ميكاترونكس ما بعرفه لايلك شيء ميكاترونكس لايلك شيء فعملياً صار بيك إذاك أنت تعرف كل شيء عن معيشة أنت تقدر تقول فيك المحطة الثالثة همين موقع اسمه ستاك أوروفلون ستاك أوروفلون ستاك أوروفلون ببارع موقع أسئلة وأجبة بل مبرمجية بمتاز في هاد الموقع أنه هو الأسئلة وأجبة مو متل التلفزيون بيكون في عندك لجنة بيكتصل فيها قالوا بشوف الجواب عندي مشكلة خانية بيرد عليك الخبير وإنت بضل بدق 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 ما بيعلق تليفون لا الفكرة أنه في عندنا مجتمع من مبرمجين أي واحد في رجاء فهو عبارة عن مجتمع أسئلة وأجبة تعامل طبعا لحافوت أكتر لا يشوى المهمة جدا فيما بعد لكن الفكرة أنه الفكرة نجحت كتير لدرجة النصاف في عندنا شيء أكتر من مليوني سؤال وتتربعون مجاور فنجحت الفكرة وبلشت تنتقل كل شيء يعني مثلاً في عندنا هون عن الألعاب في عندنا هون مثلاً عن الإحصاء في عندنا عن الهندسة الكهرباء في عندنا عن إصلاح البيت إصلاح البيت في عندنا مثلاً عن أبل مثلاً أو عن التصوير فصلاً في عندنا مجتمعات متخصصة كل هذا من الناس الخبراء اللي عم يشتغلوا به المجال انت قادر أنك توصلوا و تحصل على إجابتك خلال فترة كتير أصيغة طبعاً محزة بطولة المجتمع هاي هي عبارة عن هاي عبارة عن نموزج عن أحد الأسئلة فكل صفان انت بتطرح سؤال هون يكون في عندنا قائمة الأجوبة والأجوبة الأحسن بتطلع لفوق ونلازم في عند 14 صوت طبعاً كثفي بهذا مطهر هنا بس هاي هاي كانت محطة تابع تابع فنجي للمحطة رابعة اللي هي التعليم في التعليم الـ Open Education بشكل أساسي هي المقصود بالـ Open Education أنه الجامعات والمؤسسات التعليمية التقليدية بلا تنشر المحتوى الخاص فيها عمنا هلا ممكن واحد طبعاً قديش هذا الشيء فعال وقديش أهميته بس هاي نشي عليه بس هاي بعرفكم على أهم من الأشياء الموجودة هنا طبعاً أهم شيء ما أتلكون هو المحتوظة وفتوحة بسورسس كل شيء بيخطر بالبالة بنا فحا نستعلم بعض الأمثلة أحد أهم المواقع هو اسمه Coursera هو عبارة عن موقع بيحاول هو نمط من المواقع يعني بيستضيف كورسات جاهزة يعني مقررات جاهزة مثلاً من كبرى الجامعات مثلاً هون في عنا من ستانفورد، هون برمستون هون تنسلفينيا فمن كبرى الجامعات عم متعقد معه بطريقة معينة فهو عم يأمن كورس كامل بيكون في عندك إنستركتور بيكون في عندك موجه بيكون في عندك وزيفة بيكون في عندك مجتمع متطلوب يعني شيء ألف طالب كلاتهم عندهم موقع خاص فيه اللي يتقدروا الأسئلة والأجور ناقش من البعضه يعني هو باختصار عملياً صف بس شيء ألف 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 طلاب من كل الحال العام وطبعاً هاد الموقع ممكن يعطيك بنهاية شهادة انو انو انتي أكملت هاد الشيء طبعاً في عندك حديث ذا حلقان الشيء خدد المثال آخر هو موقع اسمه Udemy Academy of You يعني يوم يوم الفكرة أني مو بس الجامعة تصار فيها تنشر مقرراتها الناس الخبراء هنه عم يحابين يشاركوا مع عرفتهم عم يساوي المقررات في يديهم عم يشوه للطلاب يحابين يتعلموا وتأيضاً هدا فيه شيء مئة كورس أو أكتر وحتى انت كشخص عادي فيك تحط في الكورسات وفيهون الكورسات نوعية طبعاً هاي أحد هاي نقطة من الموقع P&C فيه مبادرة كمان أخرى هاي مثال كمان عن الاتجاه الجديدي عم تتجه في الجامعات فهذا البرنامج هو برنامج تعاون بين معهد ام اي تي و جامعة هارفرد فهنا مشكلة أساسي عم يحاولي و يساوي كورسات مفتوحة مثل خبرتنا عنه بكورسيرا بكون فيه عند الإستاذ و بكون فيه عند البرنامج بيتدخل بتدخل بتاريخ معين وتخلص منها هاي التاريخ معين بيعطوه ازا كملت التمارين مش الله تعني عطوكها فبيعطوه طبعاً هذا شيء شيء هم شيء أهم شيء أهم بالحقيقة هو البرنامج هو أول شيء هو المشروع هو اسمه مشروع التابع الى هو اسمه هو اسمه هذا المشروع هذا المشروع هذا المشروع بشكل بسيط عبارة عن نشر كل شيء مواد متعلقة بالمقررات ل ask الفكرة انه اسمًا هاي صفحة قرص فانت كل قرص بيكم فيه مثلاً مظايف مقرر في امتحانات الكتب اللي عما يخدوه تسلسة الزمان الى الاشياء اللي عما يخدوه سلائداتي المرودة حتى فيديو حتى فيديو في تصوير محاضرات لبعض المطلوبات لكن الشيء الأهم هو الموز محاضرات التصويره وإنما بأنه أنت صار عندك المادة الخام للكورس هلا معظم الكورسات الكتب حتلاقوه مصارم وحتلاقوه مرجانية وممكن أن تقول بس في من بين شيء ألفين كورس في ثادة وأربعة مصارم في وديو وإن أهمية هذا الشيء أنه ما الهدف أنه أنت تشوف شو عنا خلال رماتي وإنما تقول أنه أشكل شيء نعم يأخذوه تمشي بلاس الطيئة هون تجو هي فكرة أنت أن تسمع أنت من قررت نفسك أنت تسمع طريقة الخاصة لأنه كل مصارة صار نحن عمنا وهون هي الجوهر الفكرة تعيد تعليم مفتوح المصدر مو بس أنه لديه عنا مفتوح المصدر مو بس أنه أنت تعود متلقي قدام شاش في الكمبيوتر لا وإنما أنه أنه أنت تلك المسارق بالفاصل فهل الشيء أنك تعمل شو تختك يسال آخر على مستوى الطل من الجامعة أو مجانعاته المرحلة الثانية هو نوقع اسمه هو كمان يسال آخر عن التانين في الحلوز هلا هو بشكل أساسي إذا قلنا إشرح شوه الموقع بشكل أساسي في عنا مؤلفين يدعون المؤلفين ممكن أن يكونوا طلاب وأن يكونوا أساسا ممكن أن يكونوا كتير شغلات فكل مؤلف بيكون بتأليف مجموعة من المحدات أو مجموز ممكن تكون تمرين الرياضيات ممكن تكون مسألة الفيزياء ممكن تكون مقالة بالطب ممكن تكون أي شيء وبالإضافة لها لعمليات التأليف في عنا عمليات التجميع بعدها فمثلا أنت مثلا أنت أساس نسما في مدرسة معينة فأنت بهمك مثلا ما بهمك كل شي ما سنقلوا على قبل والمهندسة الهلائية بهمك مواضيع معينة فأنت بتأخذ بتجمع الموجولز اللي بيناسبوك وبتجمع وبتساوي مستخص وبتستخدمها أنت لتتعامل معطلوب أو حتى أنت إذا بدك تثني مسارك الخاص فيك أنت ما ضروري تأخذ لكتابة ما هو لأ أنت فيك تشوف الوحيات اللي هي اللي بتناسبها هلا هذا الشيء كمان ممكن هو مفكرة أولا شيء مسيط لكن إنتوا تخيلوا تخيلوا هذا الشيء بدون إنترمند بدون أول شيء الحق المشارك يعني أنت مثلا في الكتب التقديدية ما فيه متين تأخذ جزء من الكتاب وتعيد نشره بكتاب ثاني هذا الشيء ما كان ممكن لولا أنه كل المحتوى موجود تحت ترخيصه بمعنى أنه يسمح لك أنه تنشخ مو محتوط عليه جميع محفوظة لا أنت فيه إلك حق أنك تنسخه تعيي استخدامه وهذا الشيء ممكن توسع فيه بعدين فهذا هاي كمان مثال آخر عن أهمية التعليم في المصدر أنه أنت صار أنت توصل إلى الأشياء بشيء خاص فيك تماما موشط أنت تعود تقرأ هو موشطة أنه أنت تجيب كتاب M.I.T. 2000 صفحات تعود تقرأ كله لأنه أنت بيجوز من قبل أبل أصل انت بيت أنت كنت مضطر بساري هذا الشيء لأنه ما فيه إدامه بخيارتاني بس أنت هلا ما لازم تساري هذا الشيء لأنه أنت كتاب M.I.T. بيجوز بفيد طلاب الهندسة بأمريكا بس أنت كمهندس مثلا ضمن هذا البلد أنت بيكون عندك شغلات أخرى لازم تحتاج فهي كمان هاد موكع بيحث أحد خزائس الثاني للأوب للأوبنزورس إدامة هي تخصيص التعليم بحيث بناسك آخر مثال فكرة أنه أنت تسمع تعليمات بناسك هو مبادرة سنخان أكاديمي الأخار أكلمه عبارة عن مجموعة من الفيديو وأخار طبعا هو المؤسسة لأسما سلمان خان هو الطالب بأم آي تي طالب باكستاني بأم آي تي فهذا الطالب كان عم يشرح لأحد أريابينه عم يشرح طلب منه يشرح مسألة معينة يشرح ريا بيشكل جذاب على وطبعا هنا كل واحد بما كان فالنشبان بيوصل له الفكرة فهو يشرح الفيديو من حلال طريقة غصومية شلال إحنا من شخبط على الدفتر فهو يشخبط على الدفتر ورسل مصور شخبطة اليوعة مساوية مع أكيا وشخبطة وحطها على اليوتيوب فهذا فبلاد عمه كثير عجبه بالفكرة فهو يقرر أنه طالما عجبت الناس طالما هي مشاكل كثير بسيطة على مساعد الناس بحلالة ليش ما بلش أن نشوف الشغلات أكتر وأكتر وبالفعل هذا يساوي فعنا تقريبا أكتب من المئات الفيديوهات كلها عبارة عن وحدات صغيرة بتشرح في بلعين بتشرح لك عملية الجمال بتشرح لك عملية مثلا قصمة بتشرح لك مثلا نظرية تاليس بتشرح لك كل شيء كل الأفكار بشكل مبسط وسريع وضمن وحدات جاهزة والأهم هيك إنه هو بشرح بطريقات تسلسولية بمعنى أنه أنه ما لك مضطرة تفوت بكل المقررات بنفس التسلسلية ما لك مضطرة ما أنت بتعرض من الرسل أنت بتاخد مقرر من السلسل للميع ونفس الترسيب وممكن تكون أنت أسرع وممكن تكون أنت أبطأ فهذا الشيء بتنظم رعاته بشكل قابل بشكل قابل أنه أنت تقدر تعرف من مين بدك تكمل وإذا بدك شغلة معينة مش قام بتبلش يعني أنا مثلا بدينا صغير تاليس تازي نكون قاعد ديمة فهي مثلا أكل أكل أخلشها شوي عن الجمع مثلا من الطبخ فعملياً صار مثلا لهذا الشو هميه أنه عم يقدر مثلا أنه عم يقدر مثلا انتفض أو الشغل الصغير أنه عم يقدر يمشي على هو قدرته ذاتي تمام؟ ما لم يبطر أنه يمشي مع كل تلابصة لا، هو عم يقدر يمشي زكاة المسجر عم يقدر يستي عم يقدر يتجاوز الشغلات لما ببعفة مثال آخر عن أهمية هو أنه مرت مع مرت معني بالنجام على كثير من أصدفاء أصلا ما فاتوا سانوية عامية فإنهم فاتوا سانوية صناعية فعملياً يكون في عندهم مواد غياضيات ما بيأخذ الوقت فنبي الواجه هو عقبة كثير كبرى فإنهم عقود يعدوا استفكته بالبكالوريو والسانوية فعمليهم كان هاد الموقع كثير بساعدهم لأنه هو بكل بساطة بيقدروا يعفو يتبعوا المسار الكامل للإنشغلات لما قططهم يرجعوا يبنوها بنفسهم ويرجعوا ليحقوا من الآخر طيب، حتى الآن إنك الملطفو ما في شيء كثير مصير لأنه يعني نوعاً ما في تقارف معين لكن الحقيقة في ناس ممكن يندفعوا كثير بسرعة لما يشوفوا هاد الشيء يعني أنه إما قاعدين ينزل كورسات يروح على الانترنت كافي يجيب معوض هارت يقعد ساعتين أو فيتساعة يبليش ينزل كل شي مقررات الحقيقة هون هي النقطة الجديدة اللي لازم نحكي عنه اللي لازم ما نتعامل مع الانترنت بنفس الطريقة التقنيدية اللي نحنا عم نتعامل فيها مع العالم طيب كيف يعني هحاول إشرح قساء المصغير مرة كنت هاجعة من البيت فقالولي أهلي كانوا سابقيني فقالولي تفضل فيه أكل عطاوي بطبور فأنا كنت كثير منفروض أعداد لقيت لما ضلعت لقيت فيه سنيات الأكل بس ما لقيت فيه سحام رحت على المطبخ جرت السحام ورجعت بدي أكله بعدين امتبحت انه ما في معالي كمان الديت رحت جرت المعالي ورجعت لقيت انه كان في لبر وما كان بزبديه الديت رجعت بيبتزب ديه بعدين أخيرا تغشبت طيب هلا برايكم أحدا بيعرف إيش صار معي هذا الشيء ما حصرت شو بداك من البدارة صحيب بس ليش؟ كيف متسرعت كيف متسرعت طب حتى ما متسرعت ماذا ما تقدريت عمتبخ وجبت معالي بس فرق بس فارج بس فارج بس فارج بس فارج بس فارج بس فارج صح بس فارج توقع انه ما تحديث في مكينش لا اوكيد اوكيد الفكرة بشكل اساس انا من كوكب فانا متعود انه كل شيء ما بديها ما في داعي يفكر بيبوغ سبقا انه لازم نحضر كل شيء لازم نخطر كل شيء موجود بكتة دار فيه انا مصر لانه طب قبل ما كمان بدي رأيكم شو الحل لهيك شو كان لازم سايا انا تفسد لا لا الاول كان في حل انه يعني انا بما انه من كوكب الانتونت كيف كان في كيف كان لازم يعني كيف نحل المثالي للشخص لا لا الحل المثالي هو المطوخ الامريكي النقطة الاساسية هي انه انت بتاعكم نفس مكان ادوات الطعام لا يوجد فرق بين تحضير الطعام وعملية لك تمام؟ هلا بجوز تحسوا انا شو عم احكيها النقطة الاساسية انه هاد هو بالحقيقة هو الفرق تماما بين المكتبة والجامعة والكتب والانترنت انت من زمان انت بكي البساطة تخيل حالا لازمك تعرف معلومة معينة فانه والله بعيد ديروح يدور على المكتبة عليك انه انت بكي البساطة تروح على المكتبة ترجع البيت بعدين يصلك معلومة ثانية كمان بتغطي تروح على المكتبة ترجع هاد الشي بياخد من وقتك بطير هلا هي هول كلفة طبعا استمحكين عن كلفة الورع وكلفة انه تشوف تطلع المعنوم من ضمن الغرف المعين او الكتاب المعين او الكتاب الكلفة الاساسية هي انه انه انت كلفة اللي تصول على المعنومة كلفة التبادر فعملين الانترنت لغيت كلفة التبادر فانت هون خلص انه لازمني شوكة لازمني مبلحة نفس الشي انت عانت طيب فبالتالي انت لو بتاكل من وطبخ امليكي ما بتعود من السفاجة انه انت تروح تحضر لأكل بعدين تعود لانه انت تبكور عم تفاجين الاضافة ما في فعلي منه طيب حروض هاد الحكي السخيف مع ذكرت تعلم النقطة الاساسية انه مو سجب تعلم الكلام هو التعلم عند الحاجة انت بشكل اساسي ما لك مضطر تدرس ليش احنا اصلا ليش اصلا جامعة اخترعوه جامعة اخترعوه مش هم تروح انت عم مكتبك اليوم والتاني مو معروض تقضي حياتك انت مثلا عطلة ارنت او اثناء عملية جراحية انت والله نسيت شلون المعنى بتشتغل مثلا فانت تروح عند مكتبك كيف المعنى بتشتغل بعدين بترجع تشوف ما فيك بكل بساطة نفس شي انت عم تصلم سيارة والله يجبني اعرف اشتغل هاي قطعات المكتبك تشتغل فيها فانا مضطر روح ادرس طلع بالكتاب معلومة بعدين ودرجع لأ انا مضطر مهم مضطر اني افصل بين عمليات الشغل والعمل وتنفيذ العلم وبين عملياته فانت بالان تقضي طوال عمرك رايح رايح جاع انا مكتبك فرر الخنسين من عمره بدروس كلشي الو علاقة بشي تبك تشتغل فيه وبعدين روح تشتغل لآخر عمرك يعني انت هلول خمس سنين تشتغل فيه لآخر عمرك وانت تتعلم شلون انت تتحضر الصفرة وتتعرض تطقف وتشتغل وتجيب الممالح وبعدين تروح للاشتاء نموذج الجديد انه انت عندنا اول شي تعلم عند الحاجة تعلم ذاتي تعلم مدى الحياة فهذا هو النموذج الجديد الممكن كبير كمان هذول النقاط الاساسيين يتلخص نموذج التعليم الجديد طيب فاذا هحاول بد ارجع احكيتي لكم عن كونات الطبخ اللي هنين ذكرت لكم امثلة عن تلك وكيفيديا والاوبن سورس هليني ارجع بشيكم شلون انت تطبخ صح ما بيكفي بس تجيب كل هذين الشغلات وتتلخوا مثل هذة الروحة كفينت وبيحملوا كل هون مبادل الشعورة لا مهمة النقطة الاساسية هي انه انت اول شي بازم بما انه انت خليني اوه ولخص الدورة وعلى النحن بتاع انه انت اول شي هي حاجة اللي تنطلق من حاجة الاجتماعي نحن اتفعنا انه الهدف المرعب بالنهاية والهدف من الدراسة كل هذة هو انه انت تساوي عمل تشتغل شيء مفيد فانت بكل بساطة نتيجة التسارع التكنولوجي الموجود في عصمة انت مالك قدران تعرف بعد خمس سنين شو تنسيه معه احد الاحصائيات بتقول انه انت بعد سنتين الشي تتعلوم هلأ معك بكتير لبعد سنتين فانت كيف فيك تتنبأ بعد خمس سنين شو الشغلات بتلزمه طب نحن قدام هالمعضلة شو الحال؟ وحتى لو تابعت انت ما هي المعضلة ما هي المعضلة بس وما تتابع ستتطور مثلا هلأ في عمل احكي بمثال بسيط جدا انه انت انت لازم تتعلم كيف تسوق السيادة مثلا شاحنة فانت كل سنتين تخترروا شاحنات شديدة ما بتعرف بتغيى طريق السواء طبعا تخترد مسار دينك مشان ما يكون خاص بي خصاص معه فانت كيف نظام الحالي لجاو عم يخذت بعلمك السواءة الشاحنة بسينا يقوله يفترض انه بعد خمس سنين انت تخترد نفس الشاحنة هلأ انا جود تمام؟ فبالتالي شوه الحل فالحل بشكل اساسي هو النموذجة جديدة بتعليمي هو التعلم عني بالهنن هدول الادوات اللي حكيت عننا قبل شوي هي اللي بتفيدنها فاول شي تيد طبعا تيد هو مثال عن المحتوى اللي بخليه بتعرف عن اخر شيء يعني ميزاله بسنا المجلات اللي بتعاول تتخصلك اهم الاشياء فامت اول شي لازم تنطلب من حاجة اجتماعية الحاجة من النهاي يعني ما تبلش من البداية وتتعلم 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 بعدين وتشوف شو بتكتشتغل وتتعلم اول شي حدد شو انت بتكتشتغل بهذه الوقت ثاني شي انت لازم تعرف شو هو الشي شو الاشياء شو الناس شغلين ضمن هذا الشي اللي انت حاجة تساعدني يعني سنا انت اكتشفت ان الوضان هنا بحاجة فعلا لسيارات لانه كتير عم مشي كتير عم يتعرف فانت لازم تعرف انه في سيارات موجودة فشان ما تعيد اختراع العجلة طبعا قبل عصل الانترميد انت كتير ممكن تدار اختراع العجلة من الاول وجديد لذلك الجامعة لازم يخليهم معيد اختراع العجلة كتير بالشغل هما هلا انت ادران ادران توصل لاخر شي الناس ادران توصل لا لمعرفة اخر شي توصلوا الناس ومشتورها وبناءا عليه انت بتاخد تبني مقررات الخاصة والادوات الموجودة هي تساعدك لهذه فالادوات الموجودة هو التدار من خلال اختراع كنت مثلا مكتم بالطابة الخضراء انت فيك تعرف اخر ناس شو موصلين من مجال الطابة وانا عم بيحكي تد طبعا هو مجرد نسال لكن هو فعلا استكتب نخبة الموجودين حول الحالقة فما ذلك بمصادر الاخر انت كان عم نصر واحد اما باركم بالمصادر الاخر انت عم تصد نفس كتا طيب طيب هلا فينا طمومة ممكن يكلم طيب هلا معانتا خلينا اقول كيف انا بدي بلش هلا كأنه الجامعة معانتا ما عم تفيدني فعلا باني انا اقدر حصل الشيء بزير باني غير الشيء معين بالمجتمع نسال او بساني عمل معين بالمجتمع طيب فاذا كنا فعلا هلا كيف انا بدي بلش انا ذكرت هدوني بس لازم فيه شغلة بجوز مشرحة او بجوز لازم تلاقوه المستقب انو انا قلت انو اوش انتو لاني حاجة اجتماعية وشوف شو الناس ساووا تبلش كيف ديبلش يعني مثلا انا فرضا انا بدي طيارة مثلا كيف ديبلش يعني انا عرفت انو شو اخذ ناس عم اشتغلوا وجهات طيارات وعرفت شو اخذ افكار موجودة وده الناس بقارنة طيارات كيف تبقي طيارة كيف ديبلش من عند انتهى الاخرين انا ميكون فيش فاية غرارة بوجودة شو اصدق خلاله شو اصدق خلاله احنا مثلا الاشياء الادارية اذا في عنو احشان لحاجة موش معا فتدخل السورة خلاله انا تمام ولا اهي فكرة نفسه بنتحكى انهي حاجة اجتماعك بس اعمل كيف فيني فاعهم هناك أخرى حاجة لأن تنتج على الشيء أنت تدخل الصورة فينا فأنت موضوع عليهم دخل موضوع أنا موضوع أنا أقول أنه كيف كيف فيني فعلا بلج الناح ما بلج الناح بلج أخنيني كيف فيني ما عد اختراع على الأشياء يعني هنا يعني مثلا أنت مبطار مثلا طيب بلعب أشرح شو هو السؤال أشرح شو جاء جاء في البجناطة هو المجتمع البنسوس هنا بيجي أهلية مجتمع البنسوس فعمليا حركة البنسوس بمطار شو جميعا بالأيام الماضي دخلت على كل مجال واجدا بدخلت مجال الصوفير بلجت تفوت على مجال الهاردوير بلجت تفوت حتى على مجالات حساسة أكتر من فضوط مثل العمارة طبعا بالأكيد بمجال البحث العلمي والأبحاث والعلم التعم والعلم التشاني فعمليا انت يصار بين أديك كل شيء تقريبا يصار في مجتمعات مفتوحة مصدر موضوع فأنت مثلا حابق مثلا تختار أعداء جديد يحل مشكلة معينة انت ممكن بكل بساطة انه انت ما تعيد الأبحاث من قبل الجديد فيك تشوف انت فيك مو بس تصل للأفكار المجردية فيك توصل للشغلة الحقيقي يعني انت مثلا لازمك لزان تجريل صناعت هاربر جديد صناعت طيار الصغيرة بدك فعلا لزان تجريل لتديرها انت مقدران فعلا توصل لنظام النظر وتصل تعاكله والسامر وهذا الشي بلش نطبع على كتير مجالات مثل مجال هاربر ومجال يعني حتى طبعا ممكن الناس تقلل من اهميته بس بالمجال الوبن سورس ومجال معنوار اف أبدا يعني بس على سبيل المثال إذا المجال الوبن سورس وصلنا فضاء سكرنا مشروع الاردوس هات وعبارة عن مشروع اوبن هاربر لقمر صناعي حتى ممكن تتخير مجالات كثير حساسة بلش الحكي فيها انها شلون فينا مستفيد من اوبن سورس مثلا تخيلت المجال النامو تكنولوجي فحتى مجال النامو تكنولوجي الناس بلشوا عم يفكروا كيف فينا نساوي نسايع كل شغلنا مفتوح هلا ليش الناس عم يشتغلوا هاد الشي هذا مجالك حديث تاني بس الفكرة بالشكل الاساسي انه انت صار قدامك مو بس افكار مجرد صار قدامك الناس عم مو بس عم تنشعوا الافكار عن انت انت مو بس هي مجال الافكار مجردة والتعليم لا هي فعلا الشغل الشغل والعمل والمتاج كله موجود كمان ايضا على كلها فحاول اذكر امسي لانه عن هالنمازج انه موزج جديد لانت هالشيء مفيد بحيل مشاكل الناس بدون الاعتماد كلية عن النظام جمع طبعا في ناس يذكروا شفان اسمه بيتشو بيتشو بيتش او ستيف ستيف انا انا احب اذكرهم لانه هنه هنه مو منطب المشتعة اكتسرش وستير باربان اذكرون المشتعة او كالجا طبعا هلا ممكن واحد كان يهلو انه انه هدينك انه هدينك اعطفحن اشخاص مليزين قادرون يجح منون الجامعة وانين بليونين لا بق الفكرة انه هنه النموزجهم كان نتيجة اشياء معينة خاصة ومزبورهم بس الفكرة انه بعصرنا هلا صار اي واحد في يكون مثله يعني عادي جدا انه انت تكون مثل متل بتقدر تلاوي انجازات كتير كبيرا جميعا اعتمد على الجامعة والاحتمال فقط على جميلة اكتساتية المجتمع الكنسورس هاد الشخص اسمه رايندال هادا رايندال هو عبارة طبعا نوت جي ايس هي عبارة عن تقنيه ازة كان ز Terra فii بتخليك تبني هاد الشي بشكل بسيط كتير وانت كان مطور لاحادي وبينما كان هذا الشي يحتاج الأجهود شركات كبيرة لتعاكوب المهم بالموضوع المهم بالتقنية المهم كيف هو بناها كيف تتوقعوا أو شيء شو تتوقعوا دراست الله رايا طيب هاي أول شغلة تاني شغلة أنه هاي قوة مستوى بالضبط هو بشكل أساسي كان نطالب دكتوراه مثال دكتوراه رياضي فهو أنه بعد فترة بعد شكلت سنين شعر أنه مجرد رياضيات عم تساوي عبارة عن حل أحاجي قزوس بحلبة يعني بجوز تكون مفيدة بس ما عميس حال أنه عم يخيل عم يفيد المهارة فقرر بشكل بسيط أنه هو يترك للدكتوراه وروح يشتغل مجال بمواقع الترنتج أتخيل وطالب دكتوراه رياضيات لعادة نحن ما نتخيله أنه هو يشقص وما بيعفش الكمبيوتر غير فهو بلش يشتغل مجال مواقع بلش يدرس شوية برمجة بعدين بلش يقول تشوف شو التقنيات المستخدمة لحد ما بلش يكتشف الحاجة لوجود مثل هاي الأداب تسهل عمليات الريل تايمة الموجودة من اللبول ولحد ما ابتكره طبعا هو شلو نشتغل فيه بلش بمشهور صغير بلش يساي فكرة تصير بسيطة ساوا نموز يشتغل ستة شهر لحاله تقليما ساوا نموز يشتغل صغير من هالتقنية وراح على مؤتمر جاوسكريمت هو طبعا هاي وعرضت فكرة طبعا هو كان كتير متوتر وقال يا الله شو كانت بديد الشغل خلص معك انت كان كتير متوتر وكانت يعني يا دوب شغال عادت بس فعلا أبهر الناس والرجح وبعدين اجي شركة كبيرة اسمه جاينت كلاود اجي تتبنته بقاتل طعام نحنا عجبنا شغلة كتير هنخليك تتوظف عنا حتكون انت تتفرغ لهذا المشروع هنا هنكعمك بالميند لاحظين او انه ابدا هو عم يخترع هاي التقنية اخترع تقنية تتحدى المستقبل الويب وما له علاقة اصلا كان بالكمبيوتر ساينس اصلا طبعا هاد الشي مثال بس بي امثلة اخرى من كتول انه هاد الشي اسمه انت عم تحكي لنا مثال عندك من المعنواتين احنا الامثلة اخرى مجالة اخرى ما لا علاقة هاد الشي الحقيقة فيه كلات امثلة مثلا اي طبعا نسيت شي احكيه انه هذا العمل هلا احكيت لكم عن فكرته عن الفكرة اللي اشتغل فيه الاداة اللي اخترع هي اصلا مفتحة المصدر موجودة فيها الواحد ينزلها بشكل حقيقي هلا هاد الشي عادي جدا بس الشغلة المهمة اللي تحاول اشير كلها انه انت فيك تشوفها شوف زي قبل يومين تشوفها يعني تخيل انا هلا اتروح مثلا جاي عالقالك والله تشوف شتوك في صناعات الطائرة والله حروح اشوف بس هيك اتفرج علي تشوف هادا الامريكي المحرك اشتغل عمي حروف هادول فيها مثلا والله عاجبني انا كيف عم كيف الطائرة بالدور وشتغل عمي حروف مثلا الجناحات فانتي تخيل انه انت فيك تساعد هات الشي بالتفتة ذلك هادا هو الحقيقة اهمية المجتمعات المصدرس انت عمت الى تفوت تفاصيل دقيقة جدا تفاصيل مهائي لعمل العمل والشري وهذا الشي مثل ما قلت لكم مالا خاص بس بالفوتر عم انتقل بشكل كتير كبير مثال اخر ربما ماره علاقة حتى بالتكنولوجيا هادا شخص موايكي بونز هادا شخص انا بتابعه ذكرته عن باسم المضاب المثال اني انا بتابعه فهو هادا شخص بيدرس الـ Open Source انه هو الانشتخص عالم فيك وتعتبوه مثل عالم الاجتماع فهو بيدرس ظاهر Open Source وبيعلق عليه بكتر مقالات عنه ومشوف شو اخر شغلات مجمع فانت عمليا عم تلاحظ انت ما بس محتوى انت بتنزل انت فيه فيه زكاء بالنص فيه فيه التفاصيل الدقيقة اللي هو عم يفكه فيه فلاحظ انه هوا عم يقول فهو عم يحكي عم يناقش الناس عم يناقش ممكن انت حتى تناقشه طبعا اذا بتلاحظه كثير من الكتاب حتى بالعالم العربي صار موجدين عم يرام حسابات على توتر او حسابات على فيسبوك فانت فيك توصل لأفكار ولحظة بلحظة هو عم ينشره وفيك تناقش فيه فيك تعرف فانت مثلا لما هالي طلع اكتاب هاد المؤلف يطلع اكتاب فانت تعرف مسبقا وشو طيال يفكي فيها وشو الافكار المسكة فعمليا انت عم تقدر توصل لمراحل الانهائية اللي بتعمل عم تقدر توصل لمفاصل مفاصل استميناها زكاء يعني ويب ما بس صار محتوى ستضاء صفحات مكتبة ننزلها في ناس كتير بحثنا بقول انه والله ننزل بحث من الانترنت لانه بحث ان الانترنت هي برعة مختلف انه ننزل بحث منه بس في كتير ناس بحثنا بقول انه هي عهل هي دماغ بحد ذاته فعمليين سويت المفتاح عم تقدر توصلات لهذا الشي ومو بس حتى بالمجالات حاذكر انه حتى اكثر اثارة للدهشة هادة اسمه ماشن جانورسكي هادة كمان طالب الدكتوراه بس بفيزياء ممكن فيزياء مولي أوبانشي كمان خلص الدكتوراه شعال انه معيدة يعني ما في فايدة من الدكتوراه فقدر بكل بساطة سايم مزرعه وشوف انه بدي يشتغل وشوف شوان شوان في اسخة معلومة لحي مجال لا لا خلينا نرجع فبشكل اساسي بلش يساوي المزرعه فاكتشف فبلش يجيب معدات والدوار جاب يجيب الصوار يجيب زكا انه مجال جرار فهاذ الجرار انتزم رد اجيب لي صبحوا وكلفوا كتير المهم بالنهاي تشعر انه انت اذا بتكتبلش مزرعه بصفر اذا بتكتبلش ارض اكتبني عليها نوع من الحضاره فانت ما في اين انت بطول تعتمد على اشياء جاهزة اوية مكلفة فعملين انت حتى مالك ادران ان تسايم مزرعه خاصه فيك تكون بالمستويات العصريه فلزال قرر يسايم مشروع اسم انت مؤفل هذا المشروع هو عباره عن ادوات ادوات الاساسيه للحضاره مثل جرار شاحنه آلة حفر ابر آلة قص المعاده كل الادوات الاساسيه الحقاره كل الادوات الاساسيه بشكل مفتوط احنا خمسين آلة تغلسه من حد الآن 8 آلات وكل هلا كل آلة هي عباره هي مفتوحة المصدر يعني كل المخططات لازم ان تصنعها موجودة وكل الادوات بتعتمدها يعني كل الادوات مبنية بطريقة ان تقدر تبنيها بنفس DI1 بمعنى انه انت ما بيزمك تجريزة صناعية كثير من الحد تبنيها انت من خلال الادوات الميكانيكية والكهربائية المسلطة الموجودة هلا بكل الحالات تفك تبني هالأدوات مو المهم المشروع طبعا هنهم المشروع الحالة عليهم فأروا بس الفكرة واحدة انه النموزج طبعا هاد المشروع طبعا حصل على تنمين هو مشروع مفتوح المصدر طبعا هنالنظر فكيف الشغل يعني هو لو حالة حالة مجرس يأخذ كتير وقت لنا لكن هو بلاش ينشر المخططات بلاشوا كتير ناس يساعدوا يساهموا معو فبالإضافة انه طبعا لو كان هو يعني لو كان هو عمده استكتوراه ما كان هو ما يخطط بالله عن الحاجة الاجتماعية الموجودة طبعا طبعا الأدوات الحديثة عم تخلي انه هو يتعلق ويجتغل نفس الوقت ويخلي الناس تشتغل معه طبعا طبعا تخيلوا انه انتوا طبعا سورة العتاد مفتوح تخيلوا انه حتى كمان يسا نقطة أخيرة قبل ما تقل الحكي عن شخص آخر انه حتى مجال العتاد ميكانيكي ممكن واحد كتير يتخيل انه بعيد انه يكون مفتوح المصدر صار انت موجود في الاكسار في كتير باشي عتاد فعمليا مو بس حتى البرمجيات حتى البرمجيات بالمناسبة كبرى الشركات مالش يستطور فيها مثل جوجل كلا هاتم بلشوا يستسنوا في هذه الهدات طبعا كل الادوات اذا طلعتوا كل الشركات مثل فوتو تلاقوا المشاريعين مفتوحة في مصدر شفتوا الوقت عن قتلها موجود كبرى الشركات حتى الشركات الاعليمية المنتجات تبعيتها المظلقة المصدر الادوات الاساسية تستعمل كلها مفتوحة في مصدر يعني في فيسبوك انت فيك تعرف كل الادوات اللي تستخدموها لبانو فيستر تويتر نفس الشي حتى تويتر تصميم تضعوه مفتوح المصدر تصميم واجهات كلها انت فيه مفتوح مصدر يستخدها وتطور عليها حتى تخيلوا مركز سرم هذا مركز بتاعف مركز سرم من مصرع جسيمات فيك بأكبر مصرع جسيمات سويسر ايه فانو حتى مركز سرم بلش ينشر جزء كثير كبير من تجهيزات بشكل مفتوح على الانترمت بحيث انت فيك تعرف موه مصدر ولسه اكثر نهاية يمكن تقولون ان هدو الشغلات بسيطة برنجيات بس بس انو حتى وصلنا لنجاهة حساس جدا هو التكنولوجيا البيولوجية هادو الشب راح نزيل كاثل قارف كاثل قارف كاثل قارف كاثل قارف هادو الشب كان طالب دكتوراه بأيرلندا نعم نعم بكل بساطة هو ترك الدكتوراه وقرر يساي المخبر الخاص في المطلق تبع اهل طبعا لو انتم ممكن تتفاجأ انو معقول ايه واحد احلامه هو الواصل صغير انو ينزل الدروح على احسن مراكز الامحاس يكون في اخر التكنولوجيات اللي في سامل في اعظم الدرارو هو بكل بساطة ترك كل هادو بلش يشتغل احاول ليش طبعا لانو متل ما بتعفو فيه كتير بالجامعة ومن قصات الاحسانية حتى لو كانت كتير منيحة حتى لو كانت كتير متقلتمية هي بكل فيها نوع من البيوتراطية فيها نوع من التأخير ما بتعفو يشتغل على كيفو هو مضطر ونزم لي ما فيه ايه يلعب ما فيه اولا يجعب على يركب رسومه مثلا لا احن دين مثلا لازم تشتغل ذلك شغل فعمليا بكل بساطة هو ما ترك ما كان يترك هذا المجال لولا انه هو فعلا فعلا قادر يستخدم بيستخدام حركة المنتجات التي طلعتها الدي اي واي بيوم حركة الدي اي واي بيوم رجي ما كان ترك هو المركز الارحاس واسس مخبرو الخاصة لانه هاي الحركة وصلت لها مكان كثير متقدم يعني احد الامثلين نذكر بالمخضرات الماضي هو مشروع اللي اسمه هو الOpen PCR من خلال دي اي ان اي هو عبارة عن مشروع هو مشروع التال المفتوح انت فيك تريد تشتريح او يعني تحاول البتوك في حجم ازار باللتوب وهو مفتوح فيك ترك بخلات الساعات وبيسحب لك الدي اي ان اي طبعا جسمات او طبعا اي شيء خلية بيسحبه على الكمبيوتر وفيك تصارية التجارب طبعا هذا احلث امس لات فعملياً المجتمع الأوبن سورس وصل على مرحلة كتير قضية بحيث انه انت صار فيك مو بس عم تتعلم و عم تشتغل باباً عم تستفيد من الشغلات بمشكلة بشكلة بهذا الحقيقة كتير شي كبير، كتير كتير كبير والاكثر من هيك انه حركة، انه ممكن تقول له هنول هدول هوات هدول مثلاً انت حكيت واحداً عم يترك التكسورة، واحد عم يتبعاً ينوس تروبالت مثلاً هوي أصلاً مبنى نصان مينوكس، كمان كان السنة تانية، يعني انه كنتو كي أدفهم مجموعة قوات و الناس غير خبراء و ما تفهموا الى اخي، انتها حقيقة ما فيكن الشركات الكتير كبيرة، الشركات الضخمة كلات عم تحتكل المعرفة تبعيتها و كنتوا ما فيكن توصولون الحقيقة حتى هذا الشي كان صح، بس كان حتى هذا الشي بلش يتغير مثال أحد الأمثلة آه، آسف، يفكر ماذا؟ خيكون شرطة المينوكس، كمان هالفكرة الفكرة انه هاي، كتعليق على فكرة الشغل والشهادة، وين راحت شهادة نص؟ يعني انت عم تقلنا انو روح شوف شو بدك تساوي شوف شو الناس المساويين ركب مقراراتك وركب تعليمك بنفسك انت بديم مقراراتك بنفسك وشغلك بنفسك الشيء التفعال من نفسك وبعدين بشتغل وبعدين تطبخي اخدش هاده مبدي اخد نصار مبدي اخدش فيه هلا هون هي النقطة ان اختلف الطيقة اعطار انو انت فهيم مشغول مو الجامعة هي صارت هلا في هاد العصر هي اللي بتقول لك انو انت فهيم وانت مغيب انت نميه بهذا الشيء احد الامثله هو شيء اسمه كاريروس 2 كاريروس 2 هي بكل بساطة هوليه تذكر موقع ستار اوفر فرو بحكيتكم اتبعي السلواج بك هاد النوقع كان اوشي نشأ الي المبرمجين فانو صاروا المبرمجين يقسموا كتير شغلات يعني مثل المبرمج واحد مثلا انت المبرمج خبير مثلا يلوها تبرمجة معينة فعمليا انت صار عندك كتير رصيب ويخزنك انو انت جاوبت على كذا جاوب في ناس اعجبوا بجوابك كذا مجر فعمليا يصار فيلك سمع عن هاد النوقع فبلنشت الشركات الكبيرة مثل جوجل مايكروسوفت بدنش اتلخد توصلت المبرمجين من خلال سمرتك على هاد الموقع فانت عم تجاوب مثلا انت عم تعلمت لغة برمجة معينة عم تعلم الناس عليها عم تجاوب اساسهم عليها وفعلا الناس عم تباين انو الناس معجبين بالشكلة وفعلا عم شعرون انو انت عم تساعدهم فعمليا هدا هو هدا الشيء كان في لها مشركة كتير كبيرة انو فوصفة واحد الامثلة وحتى موش اتقول معك شهاجة ولا جامعة طبعا انا بحكي الحال ينسلم او الحال ينحسير الى المآم فحتى احد الامثلة هو طالب ترك مو ما كمل جامعة مو ما كمل دكتوراه ولا كمل جامعة ما كمل مدرسة قرر يتعلم البرمجة لحاله اسمه وكل بساطة بلش يتبرمج وهو نتيجة تواجده معنا في طبعا او بلزروس تعلم كثير منه وبلش يساعد مشغيع او بلزروس نفروحه وبلش نتيجة طبعا الناس صار تستخدم الادوات الموجوده معه وصارت تشوف قداش هو فهي مكزة فكل بساطة اخذت في شركة كثير كبيرة اسمه شركة او مؤسسة اوريلي فتخليته يكتب كتاب كامل عن احد التقنيات والاهم من هيك انه تخيله شركة فوتر وظفته وظفته بناءا على شو؟ وظفته بناءا على المشاريع او باي صارت الموجوده وظفته بناءا على كوفايلو على موقع كتاب الموجوده فعمليا شغلك التقييم الحقيقي انه انت خبرتك وانا كثارتك هو مو بالشهادت ابدا على الطبع انا معقول ما تخليين حسن شهادت بس مو هي الشهادت ابدا على الاخراطيين بتقيمة بشكل فعلي بتقيمة ديش انت فعلا ماهر او تهين بهذا الشي طيب هدا ما جاي لانتشيني بشوق اللي هو انه سكركم انه انه مو بس حتى الخبراء والخبراء صار تغير ووضوع ما صار وعم يحتكروا بعرفته ماما احفر ز clearly تérique شيليكون بالي هو المكان يتجمع فيه 5 شغلا المعرفة جذ Ainara في سافر سفوريا أمريكا ومدن الله أخير اسمها الشركات هي الشركات هي يعني تقريباً في كونتا تقولوها يعني ما فيه يعني هي كبرة شركات مختلف العامل هي بتبني عقد وأكثر أشياء مجلوبة لاحظوا أنه واخلاً أبقى شيء كذ اسمين ظهرت شبكة جديدة اسمها كورا هاي شبكة هي شبكة أسئلة وأجوبة للمبرمجي مثل شبكة أسئلة وأجوبة بس الشيء المميز فيها هو أن معظم الناس اللي بلشت من خلالها بلشت من خلال المهندسين والروباط الأعمال الموجودين في سيليمون فاي فأنتوا تخيلوا عندك أعظم دؤرة للتكنولوجيا بالعالم صار فيك توصلها صار فيك تعمل فروة أولا تشوف شو الناس عمي تشوف أنت فيك مثلاً أنت مهندس معين في الشركة الفلامية يقول اسمه وجودك فأنت بتشوف أنت شو عميشتغل وتشوف شو التكنولوجيات الجديدة اللي عميشتغل فيها فوصلنا لمرحلة متقدمة إنه مو بس لأ أنت دائماً للكتب كيف تطلع الكتب بتطلع الكتب بتطلع لما مثلاً مثلاً شركة معينة بتبلش تشتغل على تكنولوجيا معينة هاي التكنولوجيا بتطور لدرجة الشركة تصير بتبلش تقدمها للناس وبتبلش تألف كتب تعليمية مع الناس وتبلش تعلم الناس أنت لسه قبل هالمراحل كلها ياتا عم تقدر توصل للمرحلة الدقيقة يعني أصلاً أستاذهم عم يبنوا هاي التكنولوجيا والأستاذهم عم يتناقشوا حواليا ويتعلموا عليه طبعاً هو مال محصول بمجال التكنولوجيا هو مال مخصص بس إنه بلش الموقع الشيء المميز فيه إنه بلش من أحد كبرى البؤار الموجودة بجال التكنولوجيا طبعاً في مجالات أخرى موجودة عالموقع يعني المجال عم تطور بشكل تدريجي لكن الحقيقة هات قوة ربما قمة تشاركية قمة قمة القوة اللي وصلتها وفكرة التشارك وفكرة الانفتاح فاتخيلوا إنه هاد المهندس عم يفتح المناعفة تعيدوا وانت عم تدت وصل للاحظة الانفتاح ف قدام كل هاد الشيء لاحظوا إنه طريقة التعلم مختلفة موجودة قدامنا بتخيلات مفتوحة جديدة إصاعدة الانفتاح آخر شيء حد قولوك أنه بتيرت كل هاد الشيء إنت معا تصار لازم تقول طموحك تغير بكرة الأرضية صار شيء عاجفة صار لازم تقول طموحك أسين أكبر منك فعمليات إنت صار بين إديك كل شيء بكرة الأرضية لقد تغيرت حتى تغير واقعة ما نحجي أبدا ما نحجي أنه نحن نضل بتخليل نضل نتحجرش بأنه باعخ ما لم تحجلنا ما نأذر من الشامعة المساعدة نتحجرش 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 ترجمة نانسي قنقر